أما بالنسبة للتقص بشكل عام فهذا اللي حناعرف تفاصيله من خلال دكتور محمود شهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية دكتور محمود صباح الفل على حضرتك وأهلاً بيك أنا واندي أهلاً بيك المفاجر صباح الفل عليك إحنا مش سمعين السوت واطي جداً تقريباً آه يكاد يكون مفلوش أنا برضو صوت خدثم بعيد جداً بالإصلاح صباح الفل عليك دا أنا مستمع دكتور محمود صباح الفل عليك يا دكتور أصبار حضرتك صباح الفل عليك أهلاً بيك دلوقتي يا دكتور محمود نهواند بدأت تشتي مع نفسها بالنسبة لنا بقية الشعب نشتي إمتعشان الأجواء لسه برضو إيه خريفية النازعة حتى هذه اللحظة طبعاً أستطر كده أنها متخففت تاني يعني ما تحاولت تخففت تاني البسائل دلوقتي وبدأ أن تزور البلاد بتاعته بدأ القطعة وبدأ مستطعتين أو بدأ إيساك وبدأ كنت تزور المناس لأن التخفيف في نواية الملابس سيبدأ يفضلنا الزراف الزراف والأعراض التي نعرفنا نحن نحن نعرف أن نحن نقص في الملابسة في الملابس إلى الشتاء مما يعني أن الشتاء نحن نحن نجاج طبعاً لكي هذا بالنخفاض مرحوظ في درجات الحرارة متوقع يبدأ يعني امتى بالضبط يا دكتور محمود؟ قوة مع نهاية نوفمبر ياه أهلاً لنسا يا. لقد قم يقوم بعمل. أهلاً لنسألها. نسألها بالوقت. ولكننا فترات الدين الجو بارد فعلاً. في ساعة متأخرة من الدين. وفي ساعة أجراء وفن خارجين. فمس كل الأجزاء تستطيع تتحمل الدرجات الضرودة التي هي الساعة 18 و 18. ونحن نرىها على القاهرة. فمن فعلاً نجد ناس ونسألها حاجة بكم. ونسألها حاجة بكم. فكل جزء يختلف بقى. فكرة. فتلك فالذكر قد يختلفين صفحة. وذلك فلنحن ن決د أن نحن نتخفيف. فالدرجات الحرارة قد يقوم بعمل عدد الإنماء. ففق بعض الأيام سابعة الأيام. فقضل معاناً يمكن أن نحن نحن ندخل إلى الأدوان الأدوان. فيها أول تختلف عن هذه الرقم. فالأيام تقوير. فردخل من حجرة يمكن أن نحن نحن نرى ساعة أشعر. فالإنمكان الحجرة. فإنه ستحفيف في حجرة الأيام. لأن الرطوبة مش عالية. طوام. بس بالسحن اللي بقى ومنحاولت من خلالها. هتنخفض درجة الحرب مرة أخرى طبعاً مع بدايات نوفمبر. هتنخفض درجة الحرب مرة أخرى طبعاً مع بدايات نوفمبر. هتنخفض لقى فرص في طويل الأمطار. السواحد الشمالية الواجه البحري. مناطق من ثلاثة في البحر الأخمر. بس رس الأمطار خفيفة ممكن تكون متوسطة شوية على المناطق السحلية. ولكن ده طبعاً خلاص بداية نوفم الأمطار بقى في صهر نوفمبر. طيب دكتور محمود بكرة عندنا ماتش مهم جداً في اسكندرية. خلينا برضو نتمن من حضرتك وهيبقى تمانية ونص. آه طبعاً هي في فرص أمطار بس الأمطار خفيفة. لو فصل هيبقى فيها أمطار خفيفة مش معثرة نشاء الله على كير المباراة. مدتها مش طويلة ممكن يعني قبل المباراة أو أثناء المباراة. بس يعني هتبقى مش مؤثرة بشكل جيد خالص. يعني فيه أمطار ممكن أثناء المباراة غداً. متوقع متوقع أنه ممكن بيكون في فرص أمطار خفيفة في بكرة على يعني نقول مثلاً بعض الظروف غداً. إنما ما نقدرش طبعاً نقول فاعد أثناء المباراة الأقصى صعبة طبعاً ما نقدرش نخطيها لأن الحالة بتاعة بكرة يعني أمطار خفيفة. فمقدرش نحدث لها ساعة طبعاً. طيب كويس يعني إن شاء الله ما تبقاش وقت الماتش دي. لا 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 بعيدة خالص عن مجرسة المباراة هتبقى معنى صح غير مؤثرة تماماً على السكتور. كويس جداً منشكرك جداً دكتور محمود شكراً لك. اشتركوا في القناة